في حياتنا الكثير من الغرائب والعجائب ومن هاي الغرائب نشوف من يحكم باسم الديمقراطية هو أول من يرتد على مبادئها ومفاهيمها ونلاحظ الكثير من المغالطات في التعاطي بين السلطة والمجتمع لارتباط بعض الساسة بمفهوم الربح والتربح على حساب الشعب زين شلون تحول السياسي العراقي أو خلي نقول البعض منهم لتاجر يتعامل مع مجريات الأمور وفقا لقوانين السوق والمضاربات التجارية وزقد من ساسة البلاد تربح خلال 17 سنة من العملية السياسية السياسة بأبسط مفهوم إلها هي فن إدارة المجتمع فهن نجح ساسة البلاد بإدارتهم للمجتمع العراقي طوال هذه السنين السياسي في الخارج محكوم بإرادة الشعب ومتطلبات المرحلة لكن بالعراق الموضوع إلى أكثر من شكل ولون وتسمية فإذا تريد أن تتربح وتصير صاحب جاه ما عليك إلا الدخول بالعملية السياسية والسؤال هنا متى نقضي على التربح من السياسة؟ هذا ما رح أطرحه في حديثي لهذه الليلة لكن بعد تقرير محلن صاري وارجع لكم مئات المليارات من الدولارات هو حجم الهدر الذي أصاب المال العام للدولة العراقية منذ عام 2003 بغطاء سياسي يعمل الكثير على التربح من ممارسة العمل العام هكذا وصف السياسيون الأمر عادين معالجته ممكنة بعد تغليب المواطنة على المصالح الشخصية نحن انتمائنا لذواتنا ولمصالحنا خذت خلينا عن هذا الانتماء ما أمامنا إلا أن ننتمي للوطن والوطن بالنهاية هو مش أرض وإنما مواطن فراح نصير نعطي بدون ما نأخذ بس ما زال حب الذات والأنانية هي راكبة كل السياسة صعب ينتهي هذا الحال التربح من السياسة خروج الشعب العراقي في احتجاجات عار ماشتاحة البلاد مطلع أكتوبر العام الماضي كان الهدف الأساس منها إزاحة الطبق الفاسد كما يسميها الشارع العراقي نواب قالوا بأننا لن نستطيع بلغة الحل ما لم نتحلى بشجاعة تسمية الأشياء بمسمياتها وتفعيل القانون بشكل جاد الفساد مستشري في كل الدوار المؤسسات من يحاسب من؟ للأسف من يحاسب من؟ اليوم ما سمعنا أن الحزب الفلاني أو القائد السياسي أو الزعيم السياسي الفلاني اليوم ثبت عليه أنه متورط بقضايا فساد وتم وضعه في السجن وهذه مسألة طبيعية يفترض أن تكون إذا أردنا أن نحارب الفساد الحقيقة نحتاج إلى أولا إرادة حقيقية لمحاربة الفساد ومع انخفاض أسعار النفط يزداد تدهور الاقتصاد العراقي الذي يعاني بالأساس من عجز كبير في موازنته بينما يقول المراقبون بأن الحل الأمثل في استعادة الأموال المسروقة داخل وخارج البلاد والقضاء على آفة التربح السياسي التي باتت خطرا ينهش بالاقتصاد العراقي بن بغداد محيل أنصاري MBC عراق